مرحبا اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي اللي انتو متعرفوها انا صالي تقريبا شهر كامل او اكثر من شهر انا ممصورة اي شي بس بالحقيقة قبل يومين انا نزلت فيديو لان كل الفيديوات اللي انا دع نزلها بالفترة السابقة هي فيديوات انا مسييفتها وقعدت انا نزلكم ياها فحس باستغراب انه انا حاليا قعدة اصالف اياكم بعد مرور تقريبا 40 يوم 35 يوم اشتقيت لكم اشتقيتولي لا لا اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن سوالف مثل البرودكاست فتحملوني لان اليوم راح نسالف على الترند موجود بكل مكان والكل يسالف عنه وهو فيديوات بنت باسم ريسا تتكلم عن زوجها السابق عملت سلسلة كاملة حرفيا اكثر من 50 فيديو مدة هذه الفيديوات اذا جمعتوها مع بعض راح تكون اكثر من 10 ساعات مع اللايفات اللي طلعتها وتكلمت عنه الموضوع تخيله 10 ساعات راح حاول اني اختصرها بفيديو اليوم ريسا مبدئيا هي لا انفلونسر ولا مشهورة ولا ايشي بنت عادية حرفين بيوم من الايام نشرت فيديوات وبدأت تتكلم عن زوجها اللي اززوجته واللي اتضاح ان هو اكبر خدعة اكبر صدمة بحياتها وسمت هذه السلسلة من بحق الجحيم؟ انا تزوجت فاذا حابين تعرفون تفاصيل حقة اليوم وشنو صار مع ريسا لان راح اسولف عن قصتها باختصار وكل شي صار معاها تابع فيديو النهائي وريسا صديقتنا لفيديو اليوم بيوم من الايام كانت جالسة على فيسبوك تبحث على فيسبوك كانت سنجل مداخلة بعلاقة لمدة طويلة ومستعدة ان هي تدخل بعلاقة وتتزوج وعن طريق الصدفة بفيسبوك شافت رجل وسيل كيوت اضافته اضافها بدأوا يتكلمون المشكلة انهم مو بس تتكلموا على فيسبوك هم تتكلموا حتى عن طريق الهاتف لان بسرعة تبادلوا ارقامهم بليز اتركوا فيسبوك اتركوا هذه المواقع اللي تتعرفون بها على ناس ستبادلون ارقامكم عناوينكم واشياءكم الخاصة اوكي ممكن تتكلمون مع شخص اذا انتو مصطرين وحابين تتكلمون مع شخص ومو قادرين انو انتو توقفون هذا الشي لا تشاركون لا صوركم لا عناوينكم لا اسماء عائلتكم او اي شي خاص بكم نهائي واكيد لا تثقون باي شخص على الانترنت لان من الممكن اي شخص يزيف هويته كل اشياءاتي ريسا اكيد ما حد نصحها ولهذا السبب كانت تتكلم عن طفولتها وعائلتها وجامعتها وعملها وهو بعد صار يسولف عن كل هذه الاشياء بالتفاصيل وكان يتكلم حتى اكثر منها اول شي سولف عنه هذا الشخص اللي بياسم ليجين ليجين قال انه عنده اربع اشقاء اثنين بنات واثنين اولاد بالاضافة انه عمل بفترة زمنية معينة بشركة افول باضافة لكل هذا هو كان بطل بلعبة ارينا فوتبول اللي هي نوع منها نوع الفوتبول او كرة القدم مو مشهورة نهائيا حتى الاجانب منهم ما قاعدين يسولفون عن هذه القصة كلهم كانوا يتساءلون شنو هذه ارينا فوتبول بس بالحقيقة هي فعلا كرة قدم من نوع معين مو مشهورة نهائيا بالاضافة ليجين قال لريسا انه كان متزوج واتطلق لان زوجته السابقة كانت تدخونه مع عدة رجال بيوم من الايام دخل الى منزله واكتشف انه مع زوجته شخص اخر والاطفال اللي كانوا موجودين ببيتهم اللي من المفترض هذول اطفاله اتضاح انه هذول مو اطفاله وانما اطفال زوجته فقط وتعرف على زوجته الاولى بكاليفورنيا وكان عايش بكاليفورنيا وبعدها انتقل الى جورجيا جورجيا هي المكان اللي موجوده بريسا وليجين انتقل الى جورجيا مو بالسبب انه تعرض للخيانة او حاب يفتح صفحة جديدة هو انتقل الى جورجيا بالسبب حصوله على وظيفه بشركة بهارات لكن الوظيفة اللي حصلها مو موظف عادي وانما مدير بهذه الشركة وبما انه ريسا اصلا هي بجورجيا وعايشة بجورجيا وهو انتقل الى جورجيا فيعني هما اصلا من بداية كلامهم هما بنفس المدينة نفس المكان فلهذا السبب قرروا انه هما يتقابلون وجها لوجه ومن المفترض انه ليجين وريسا راح يتقابلون بوحدة من المطاعم الشهيرة اللي موجودة بجورجيا باسم جيز كيك فاكتوري وريسا فعلا حضرت نفسها وكانت متحمسة هي راح تشوف ليجين هذا الشخص الكيوت اللي كانت تتكلم معاه لساعات وخلال ركوبها السيارة وخلال توجهها الى المطاعم فجأة التاير او اطار السيارة نام انفجار وهي ما تقدر تبدل لوحدها لان الموضوع كان جدا صعب فاضطرت ان هي تتصر على ليجين هاي ليجين انا اعتذر اكيد انت ما راح تصدق اللي صار لي بس اطار السيارة انفجار ريسا كانت متوقعة انه ريجين راح يشك بيها راح يقول انه اه هذي تبحث عن اعذار من الممكن ما حابة تشوفني او من الممكن خلاص يحذفها من حياته لكن ليجين قال له ارسلي الموقع راح اجي واساعدك او ماي جاد وفعلا ليجين اتوجه الى ريسا وغير لها العجلة او اطار السيارة ولما شافتها حست انه جنتلمان او ماي جاد حست انه هو الرجل المثالي بالاضافة لما شافت شكله حست انه هو وسيم حست انه لا الصور اكيد ظلمتك انت هو السيم انت هو والت رائع ليجين بهذا الوقت كان عمره 42 سنة وهذه القصة كلها بسنة الـ 2020 وبعدها ليجين وريسا قرروا انهم يتوجهون لورشة تصليح السيارات لان الاطار اللي تم وضعه بسيارة ريسا هو اطار احتياطي فمن المفترض ان هي تشتري اطار جديد ويتم اصلح الاطار القديم ويضبطون الوضع فتوجهوا الى الورشة واشترت اطار جديد وتم تصليح الاطار فتخيلوا منو اللي يدفع فلوس الاطار الجديد ليجين اعطى لك ريدي كارت ماته انا راح ادفع عنش تخيلوا ريسا بهذا الموقف شخص متعرفة نهائيا تعرفت عليها من طريق فيسبوك ويقول لها ان هو مدير وشافته شهم واو ساعدها وبعدها يدفع حاسة الموضوع واو هذا الشخص هو فارس احلامي ريسا وليجين مباشرة مسكوا ايد بعض وتمشوا الى المطعم قرروا انه اوكي المطعم فاتح بهذا الوقت الوقت مو متأخر نهائيا لازم نكمل موعدنا ريسا او ماي جاد حاسة انه اللي يجين رح يحل كل مشاكلها حاسة انه واو لقيت المنقذ الشخص الخطير اللي رح يكون معاها بكل دقيقة بحياتها المطعم بهذا اليوم كان مزدحم فلهذا السبب كانوا موقفين بطابور ينتظرون اي الشخص يكمل طعامه ويخرج من المطعم لحتى يجي دورهم ويجلسون بالمطعم فلهذا السبب وخلال وقوفهم بهذا الطابور فجأة ليجين نظر لريسا انا هنا مو لحتى اعبث ولا العب انا هنا لحتى ابحث عن زوجتي المستقبلية انت رح تكونين زوجتي المستقبلية خلاص قررت هذا الشيء وبدأ يشرح لها الحياة اللي هو يريدها ان هو يجلس الصباح يتناول القهوة على ريد فلاق يعني الموضوع كلش مريب انا اسفة بس تخيلوا انه شخص من اول لحظة شافها قال انت رح تكون زوجتي انا اريد اطفال انا اريد عائلة انا رح سو كل شيء انا ده فكروا انه انا اصحى الصباح اكل فطوري وقتي تكونين موجودة ويتخيل التفاصيل الدقيقة للحياة اللي هو يريدها ريسا مارد اقول مثل اي ابنية لان من الممكن تسعين بالمية او ثمانين او سبعين ما اعرف بالتحديد بس اي ابنية رح تحس بالخطر انه هذا الشخص لش يريدني شو الموضوع لان من المفترض هذا الشخص كامل مدير عنده فلوس ساعدها دفع لها من اول مرة مهتم ويريد عائلة ويريد زواج ميريد لعب لكن تحمست تحمست زيادة عن اللزوم وبدأت تفكر انه يس واخيرا انا بعد ما اريد العب اريد زواج اريد حياة وبعدها دخلوا الى المطعم وبدأوا يأكلون بعد ما اكملوا وجبتهم جلسوا بسيارة ليجين وخلال جلوسهم بسيارة ليجين يجين اختار اغنية بهذه الاغنية مقطع اليوم قابلت زواجتي المستقبلية طبعا اكيد نانا ريسا حست انه شنو هذي الصدفة شنو هذي الاغنية بهذه اللحظة شنو هذي الرومانسية حبته وبعدها توجهوا الى منازلهم ورجعوا وتكلموا طول الليل ولعدة ايام والله يتكلمون مع بعض وبعد مرور ايام قليلة فجأة كورونا سوالهم هاي فيروس كورونا انتشر بامريكا ولهذا السبب عملوا الحجر الصحي وحضر التجوال بامريكا الناس صاروا يتجمعون مع بعض ويجلسون بمنازلهم لحتى يسلون بعض او انهما الناس تخاف على الناس او العوائل يكونون دائما مع بعض يخافون على بعض او لأي سبب كان كانوا الناس يتجمعون بامريكا حتى الاصدقاء كانوا يأجرون مثلا شقة او يختارون شقة منو من اصدقاؤهم عندهم شقة اكبر ويجلسون بها مع بعض ليجين وريسا بعد اسبوعين من تعرفهم على بعض قرروا انهم يعيشون مع بعض او ماي جاد اكيد بدأوا يفكرون اين رح يعيشون بمنزل ريسا او ليجين ليجين بهذا الوقت كان متوجه من كالفورنيا الى جورجيا وكان صار لكم يوم بهذه المدينة ما يعرفوا اي شي ولهذا السبب هو كان مستأجر استوديو عبارة عن غرفة وحدة خلاص لكن منزل ريسا عبارة عن ثلاث غرف ومنزل واسع فليهذا السبب قرروا انهم يعيشون بمنزل ريسا بالبداية ليجين كان يساعدها بطريقة مو طبيعية كان يدفع فواتير كل فواتير فواتير الكهرباء فواتير المي اي فواتير بمنزل ريسا هو اللي كان مسؤول عليها بالاضافة كان يشتري الاكل ويشتري اشياء ثانية وادوات وكل شي يحتاجوه حرفيا ريسا ما كانت بحاجة ان هي تشتري اي شي بالاضافة ان هو كان محترم معاها بطريقة مو طبيعية كان يساعدها بالتنظيف وكان يطبخ الاكل هو اللي كان يطبخ حرفيا وهي جالسة مثل اميرة بالبيت ما تعمل اي شي هو اللي كان مسؤول علي كل شي ريسا للمرة المليون حست باطمئنان وراحة ان هي ممكن تعتمده اخيرا على انسان وهذا الشخص يريد زواج منها ما يريد علاقة كم يوم ما يريد اي شي منها حرفيا هذا الشخص يريد عائلة بالاضافة ما يسوي اي شي مريب يدفع فواتير يشتري اكل كريم معاها ويساعدها فمن المستحيل ان هو يكون مريب الصراحة لو شخص عاملني بهذه الطريقة فراح اعتقد انه من الممكن ان هو يقتلني هذا اللطف الزايد يخوفني بعد ما هي حست بالثقة الكاملة بليجيا قررت ان هي تعرفة على عائلتها اول ما جلس امام عائلتها قال انه انا ممكن قاتل في سبيل ريسا لا تخافون عليها انا عندي اموال انا راح عايشة حياة كريمة انا من الممكن اقتل اي انسان يوقف بطريقي انا راح اكون لريسا كل شي عائلتها حسنوا واو شلون عثرت على هذا الشخص المطبيعي وبعدها ليجين وريسا قرروا ان هما يشترون بيت العائلة لان هما عايشين ببيت ريسا لكن قرروا ان هما يعملون بيت عائلة بيتهم مع بعض ولهذا السبب بدأوا يبحثون عن بيت بين ل300 الف دولار الى 900 الف دولار حرفيين ليجين ما كان عنده رقم معين او السعر معين ببالا او ميزانية نهائيا كان يبحث بعشوائية تامة والشي المريب ان هما لما توجهوا الى هذه المكاتب العقارية قال للمكاتب ان هو راح يدفع نقدا كل الفلوس مرة واحدة وفعلا استمروا بالبحث وعثروا على اول منزل لهم ليجين وريسا حسوا انه واو هذا المنزل هذا منزل عائلة هو هذا المنزل اللي احنا نحلم به ومن المفترض انه ليجين هو اللي يوقع هذه الاوراق هو اللي يشتر المنزل لان ريسا ما كان عندها هذه المبالغ وفعلا ليجين ومكتب العقارات اتفقوا مع بعض انه خلاص هذا المنزل راح يكون لليجين لكن اتفقوا بدون التوقيع على العقد ريسا حست بالحماس ولهذا السبب قرروا انهم يتوجهون لشراء اغراض المنزل فبدأوا يختارون مثلا الثلاجة الغسالة وكل الاجهزة الكهربائية بس هذه الاجهزة الكهربائية ما يقدرون ينقلوها للبيت لان بعدهم مموقعين على اوراق الشراء فلهذا السبب اتكلموا مع المتجر وقالوا انه احنا مو باستطاعتنا نشتريها بهذه اللحظة وننقلها الى المنزل فاحنا نريد نحجز هذه الاغراض وفعلا ليجين دفع نقدا من 300 الى 500 دولار لحتى يحجز هذه الاغراض لغاية ما يستلمون المنزل وبعد متجر الاجهزة الكهربائية ليجين وريسا قرروا انهم يتوجهون الى متجر الاثاث وفعلا توجهوا الى متجر الاثاث وريسا بدأت تشاور على الاشياء اللي تريدها مثل الاميرة كانت مرتاحة ان هي ما رح تدفع اي شيء وليجين هو اللي رح يدفع وفعلا التقت الصور لكل شيء كانت تريدها ريسا وقال لي ريسا اوكي انا اخذت صور للاغراض واخذت صور للباركوتز اللي موجودة على الاراض فمن السهل ان هو رح يشتريها عن طريق الانترنت فحرفيا كل شيء كان مثالي اختاره الاجهزة الكهربائية والاثاث وهو متحمس بس البيت اللي عجبهم بالنهاية ما قدروا يشتروه ليجين صار يماطل صار يطلع اعذار صار يسوي اي شيء ممكن يصير بالحياة بس لحتى يأجل عملية الشراء وبهذا الشكل البيت راح من ايدهم واستمروا بهذه العملية وتوجهوا لأكثر من 25 مكتب للعقارات وشافوا اكثر من 50 بيات حرفيا خلال هذه الفترة ريسا قالت لي ليجين انه اكو شيء مطبيعي هل انت ما عندك هذي الفلوس الكفاية لحتى تدفع لي هذه المنازل شو الموضع بالضبط شوفني حسابك بالبنك لزم الهاتف وشوفها الصورة او الحساب البنكي حسب ما هي اعتقدت اعتقدت انه هو شوفها الحساب البنكي شوفي انا عندي فلوس وشافت العديد ان الاصفار كانت موجودة بهذه الصورة او بالحساب البنكي واقتنعت انه اه اوكي الموضوع مو موضوع فلوس وانما البيت معجبة او انه عادي الحظ مكان من نصيبنا وهنا اكتشفت ريسا انه هي حامل حامل من الشخص اللي عرفته على فيسبوك لمدة اسبوعين وعاش بمنزلها وقرروا انهما يتزوجون فجأة ومعثروا على منزل حتى يعيشون به مع بعض صارت حامل منها وهي كانت خائفة على حاملها لان هي قالت وتكلمت عن الموضوع ان هي تعاني من الوزن الزائد بالاضافة الى عمرها لان من الواضح انه عمرها من الممكن بداية الاربعينيات فكانت خائفة على صحاتها وعلى صحات الجنين بالاضافة لكل هذا هي كانت متدينة فكان الموضوع جدا سيء بالنسبة لها انه هي تنجب طفل بدون زواج وللمرة المليون رجعوا يبحثون عن بيت معروف هذا الرقم خمسين مية ستين لكن حرفيا كل فترة كانوا يبحثون على بيت ويتكلمون مع مكتب عقارات وبعدها فجأة ريسا بوحدة من الفيديوهات قالت انه وبعدها احنا انخطبنا وخلاص عبرت هذا الموضوع فالناس حسوا انه ويت شلون انخطبتوا شلون هو عراضة عليش الموضوع هي حسات بالخجل من الناس ومن متابعيها انه هي تقول الطريقة اللي انخطبت بها حرفيا اللي يجين اخذ ريسا للمول قال لها اختاري الخاتم اللي عجبش اختارت خاتم وبعدها توجهوا الى المنزل خلال اكلهم فجأة فتح الخاتم وقالها هما جالسين احنا بهذا الشكل متزوجين صح لبس الخاتم فكان الوضع جدا سيء اذا شايفين مسلسل تزوجي زوجي وهذه اللقطة الهائلة المو طبيعية لما زوجها بحياتها السابقة عرض عليها الزواج وكان الزواج تافه حرفيا الناس شبهوا الزواج الخاص بريسا بهذا المسلسل انه زوجها حقير مثل هذا البطل ريسا بعدها قررت ان هي تعمل فحوصات واشعها للجنين ولجسدها لحتى تعرف هل كل شي جيد او لا اكتشفت انه كل شي مثالي كل شي طبيعي فقررت ان هي تتوجه الى عملها خلال وجودها بالعمل فجأة صار عندها المو طبيعي وتحسها عبارة عن بركة بركة من الدم وهنا وعرفت انه اكون شي غلط يعني اكيد واضح تم نقلها للمستشفى مباشرة حاولوا ان هما يسمعون دقات قلب الجنين او الطفل لكن ما سمعوا شي وعرفوا ان الطفل مات ببطن ريسا لحتى يتخلصوه من الطفل لان كان ببدايته فمن الممكن يعطوها حبوب او تعمل عملية لحتى يتم اخراج الطفل منها هي اختارت ان هي رح تأخذ الحبوب اخذت الحبوب رجعت الى المنزل هذه الحبوب كانت مو طبيعية الامها كانت جدا هائل كانت تحس بألم كانت تصرخ من الالم ما كانت تحس حتى بجسدها من قوة الالم بالاضافة لكل هذا كان من المفترض ان هي تأخذ مسكن للالام لكن اتضح انه يعدها حساسية من مسكن الالام فكان لازم ان هي تتحمل هذا الالم لوحدة بدون اي مسكن ولمدة ثلاث ايام ليجين كان موجود من المفترض كان موجود معاها وكان يحاول يساعد انه وان رح يكون بجانبش لتخافين وكانت تألم ثلاث ايام لكن بعدها لما فحصت لحت تتأكد هل خلاص جسدها تنظف من الطفل هل الطفل خرج من هؤلاء اكتشفوا انه الجنين موجود على الرغم من الالم اللي تحملتها لمدة ثلاث ايام ما تخلصت من الجنين وكان من المفترض تعمل عملية ليجين كان بجانب هو قال انا رح أساعدش انا رح أنقلش للمستشفى انا رح أكون بجانبش خلاص انا رح أكون معاش لكن فجأة خلال يوم العملية قال انا عندي اجتماع مهم وهذا الاجتماع بسببه رح أحصل على ترقية مهمة هل تقبلين هذه الترقية ما تكون من نصيبي لا مستحيل تقبلين بهذا الشيء حرفيا هي خافة تتصل بعائلتها وتقلقهم وما قدرت تتصل باي شخص آخر زوجها اكيد ما حاب انه يكون معاها بسبب عمله عائلتها موجودين معتها صديقات اضطرت ان هي تتصل بزميلها بالعمل هو اللي ينقلها الى المستشفى ريسا عملت العملية وارسلت رسالة لليجين انه هي تمام وخرجت من العملية الشخص هو اللي رد عليها لكن مو ليجين شخص آخر وهو مساعد ليجين بالعمل وقال ليجين حاليا بالاجتماع هل تتحبب انه احنا نطلع من الاجتماع اللي حتى يتكلم معاش اتي محتاجته اتضح بعديين انه ليجين هو اللي كان يرسلها لانه اصلا ما يعمل ولا مدير ولا اي شيء كنا نعرف هذا الشيء هو مجرد كذاب ونصاب ولا عنده مساعد هو اللي كان يرسلها على اساس انه هو مساعدة فاهمين انه انا حاليا ليجين باجتماع تخيل انه انا يسلف معاكم حاليا اضحى باجتماعه انا يضحى واني قاعدة ارسل لكم هذا الشيء الوضع غريب حرفيا مع ليجين اللي يجين يأخذ ريسا من المستشفى بعد ساعة لكن هي استمرت بالانتظار وانتظرت ثلاث ساعات بالمستشفى والممرضات كانوا يسألوها متى راح يجي زوجك متى راح يجي خطيبك شنو الوضع متى احط العين للمستشفى وكانت تقول انه اوكي هو راح يجي راح يجي وبعد ثلاث ساعات واخيرا ظهر واخذها الى المنزل بعد ما اخذها الى المنزل هي نامت مباشرة ما كانت بوعيها بسبب التخدير والعملية وكل هذه الاشياء اخذ هاتفها بالسر وتواصل مع عائلتها لا تتكلمون معها خلال هذه الايام اتمنى انتم ما تتصلون بيها ولا ترسلوها هي حاليا بوقت صعب بتعدوا عنها حرفين اللي يجين كان يحاول ان هو يبعد عائلتها اصدقائها كل الناس عنها هو يكون المسيطر الوحيد عليها لحتى تحس ان هي بحاشته وما تطلع من هذه العلاقة يعني حرفين toxic red flag اتمنى له عندي اي علم احمر وبعد ما هي صحت هو كان عنده اخبار مفرحة ياي انا ترقيت بعملي باركيلي كان فرحان بهذا الشي وهي خارجة من عملية وخسرت ابنها المشكلة ريسا كانت مصدقته بكل شي لان كان كذبة منظم بطريقة مخيفة اتخيلوا ان هو كان يتصل على العمل كورونا كانوا جاسية بالمنزل ويعملون من المنزل فليهذا السبب كان يحبس نفسه بمكتبة بداخل المنزل وكان يتكلم على اساس انه السكرتيار خابرة على اساس مساعدة خابرة ويستمر بالكلام لساعات حرفيا او حتى بفترات اللي خلاص يعني انتهى بها الحجر الصحي وانتهى بها الحضر هو كان يخرج باوقات معينة الساعة ستة ونص الصبح كل يوم يخرج ويرجع الساعة الثالثة الثالثة ونص انتم تخيلين هو يطلع باوقات معينة وين كان يروح بهذه الاوقات وين كان يقضي هذه الاوقات لما كان يخرج من المنزل على اساس انه متوجه لعمله هو وين كان يروح بالضبط هل كان يجلس بسيارة اللي ساعات بدون ما يسوي ايشي ياكل يلعب ما حد يعرف بالاضافة الى عائلته كان يتكلم اربعين دقيقة او اكثر من اربعين دقيقة كل يوم مع شقيقه وشقيقاته وانه هاي شونكم شنو اخباركم اوكي ريستا يسلمون عليك اه اكيد صحيح هو ما يتكلم مع احد كان يتكلم مع الهوى حرفيا ما كان يتكلم مع احد من العمل لان ما كان عنده اي عمل هو ممدير ولا يعمل هو عبارة عن عاطل عن العمل وعائلته اصلا ما يعرفون عنه ايشي يا غيب مريب مخيف اتمنى ان هو ما يكون قاتل متسلسل او اي نوع من انواع القتله بعدها بفترة قرر ان هو يشتري سيارة جديدة لان شركته هو كمدير وترقى بعمله اعطوه اموال لحتى يشتري سيارة تليق به وتليق بمنصبه بالاضافة هو من حقه يستخدم هليكوبتر الشركة واو يعني واو حرفيا كان ياخذ ريسا كل نهاية اسبوع ويبحثون عن سيارة بس لا حتى يشترون سيارة يعني نفس الفيلم اللي عمله بموضوع البيت عمله بالسيارة وبالنهاية واخيرا ليجين عجبته سيارة وقرر ان هو يتصل على العمل وعلى سيكرتيرا او الموظف الخاص بامواله اللي هو مدير امواله مدير استثماراته يعني بهذا الشكل الشخص اللي مسؤول على امواله اتصل عليه اهاني حاليا وجدت السيارة اللي ابحث عنها واللي اريدها المال اوكي الفلوس كذا مبلغ لازم ترسل الاموال اه اوكي هو كان يتكلم مع الهو ما كان يتكلم مع اي شخص حرفيا كان يمثل على معرض السيارات صاحب هذي السيارات ان هو كان يتكلم مع شركته وكان يمثل على ريسا ان هو كان يتكلم مع شركته بس في الحقيقة ما كان يوجد اي شخص على الهاتف ولا شخص وبعد ما هو اتفق مع معرض السيارات على السيارة اللي هو يريدها بي ام دابليو قرروا ان هو يشتري سيارة للريسا لان سيارة ريسا كانت جدا قديمة هو ما كان حاب هذا الشي ان هي تستحق سيارة احسن فلهذا السبب اختاروا سيارة بم دي بيو اللي هي دارك بلو وكانت حابتها كانت تحشق هذه السيارة وفعلا قرروا ان هو يشتري الهياه وقال لها ان السيارة راح تجي باشر لكن كل غدا يقولها غدا غدا باشر 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 والايام بدت تمشي وكل مرة تسأل انه شو موضوع السيارة لازم يطلع عذر اكيد موضوع السيارة مثل موضوع البيت ولهذا السبب اخر شي قالت انه انت هالموضوع بالنسبة لي ما ريد اي سيارة ما ريد اي شي خلص تركني بحالي انا راح اشتري سيارتي الخاصة باموالي وبعد مرور ايام بيومنا الايام كانوا خارجين مع بعض وفجأة خلال سياقته للسيارة اللي يجيين قال لريسا اه النظري شوفي هذا المبنى الكبير وضخم هو هذا المكان اللي يعمل به فريسا نظرت لليجين اوكي خلينا ندخل اردأ شوف مكتبك ليجين بدأ يطلع اعذار وقال انه мы не можем يدخل الى المبنى الرئيسي لان البطاقة التي من المفترض انه يدخل لكل الابواب تسمح له انه فقط يدخل الى الطابق اللي يعمل به لكن الباب الرئيسي من المفترض الامن او الحراس هم اللي يدخلوه فلي هذا السبب قرر انه ايه دي انا رح حل الموضوع قرر انه يتصل على الامن اول شخص مثلا اسمه مايك هاي مايك انا اريد ادخل انا وزوجتي حابة زوجتي تشوف المكان اللي انا اعمل بي هل من الممكن انت دخلنا فجأة على اساس مايك قال انه انا موجود بالعمل اتصل على الحارس الثاني فوق اه اوكي انت موجود ليش اه اوكي تمام تمام على اساس انه هذا الحارس مريض ومو موجود بعمله فيتصل على الحارس الثاني الحارس الثاني مايرود بعدهايرود والحارس الثاني يعتذر منه انه مو بامكانه يدخلهم فلي هذا السبب ليجين يقول لريسا ام سوري ما راح اقدر ندخل ما راح نقدر ندخل خلاص الموضوع مو بي ايدي الحارس الاول مريض ومو موجود والحارس الثاني مايقدر يدخلنا فمو بي ايدي الموضوع بعد كل هذه الاشياء اللي صارت معاهم من المفترض انه ريسا تلغي فكرة الزواج من هذا الشخص بالاخص الزواج الرسمي لكن هي اززوجتها رسمي حرفيا ريسا اززوجت هذا الشخص السبب الوحيد اللي خلها تززوج هذا الشخص انه هي مواسكة عليها اي شيء او اي دليل يثبت انه هو كذاب على الرغم من الريد فلاكز حرفيا الاعلام الحمرة اللي كانت تشع بكل مكان ما كانت تشوفهم ما كانت تحس انه هذا الشخص توكسيك ما كانت تحس انه هذا الشخص لا اكيد يعني اكو السر غريب بالموضوع المشكلة انه هي اتزوجتها بدون علم عائلتها ما بلغت عائلتها انه هي اتزوجتها هذا اكبر دليل انه ريسا كانت تسوي شيء خطأ ومن المفترى انه هي ما تسوي هذا الشيء ما تتزوج لكن اتزوجتها حرفيا حتى غيرت اسمها القانوني غيرت هويتها وغيرت كل المستندات الرسمية اللي تحمل اسمها اخذت اسمها بعد الزواج اللي يجي انه تغير تماما السبب تغيره بالسبب تعرضه لاصابة قديمة بركبته وصار عنده الموط طبيعي بركبته وقرر انه يترك غرفتهم وينتقل الى غرفة منفصلة لوحده التصرفات اللي يجي انه رح تصير من اسوأ الى اسوأ ريسا حست بخيبة امل انه تركها وكان جالس لوحده بغرفه ويعاني من الام بالركبة وكان يتكلم معاها فلهذا السبب قرر انه يفاجئها واعطاه ظروف وقالها يفتحي هذا الظروف ريسا كان حلم حياتها انه تسافر الى لندن فتحت الظروف وتفاجئت انه هذا الظروف عبارة عن تيكيت الى لندن ووعدها انه هما رح يحجزون بالفندق اللي كانت تحلم به ورح يعيشون ليالي وايام مطبيعية خيالية بلندن هي كاتبة حمسة لكن فجأة اشتد عليه الى الام الركبة اشتدت عليه الى الام بشكل مطبيعي وقرر انه لا انا ما اقدر اسافر ولازم نلغي هذه الرحلة ريسا حست بالصدمة مطبيعية انه حلم حياتي اتدمر بسببك اعطيتني التيكيت او التذاكر وبعدها فجأة تلغي الرحلة بسبب الام بالركبة بالاضافة الى اعذار ثانية اعطاه اياه طبعا وبعدها بفترة قصيرة صار يشك بيها تصرفاتي حرفين صارت غريبة صار يشك بيها ويتصل عليها فجأة منو هذا الصوت؟ منو هذا اللي معاش؟ منو هذا اللي يتكلم؟ انتي لوحدش شوفيني منو معاش؟ كان يتكلم معها بطريقة غريبة ويشك بيها ويحسسها دائما انه هي مع رجال حتى خلال تواجدها بالعمل يعني كيت الرجال معاه كان يتكلم معاه انه اه تيتكلمين مع هذول الرجال التي تحبيهم ويتكلم بطريقة سيئة وهي ما كانت تفكر بهذه الطريقة وكانت منصدمة انه ليجين صار يفكر بهذا الشكل وبيوم من الايام اتصل عليها كانت موجودة بعملها وبيوم من الايام اتصل عليها وكانت موجودة بالصالون حرفيا اتصل عليها انه اكل شخص دخل بسيارته بالقراج ويبحث عنك هذا الشخص اسود طويل يبحث عنك ويقول اسمك ومن الوابع انه هذا الشخص متعود يجيه الى المنزل او يتوجه الى منزلك او انه هو متعود على هذا المكان لان يتصرف كانما هذا المكان هو المكان المعتاد اللي كان دائما يكون موجود به يعني كانما هذا الشخص معتاد انه هو يكون بالقرب من منزل ريسا وبدأ يقولها منو هذا الشخص تعرفي هذا حبيبتش السابق اكيد ليش اجاي حبيبتش السابق الى منزلنا شو اللي قاعد يسويه ريسا كانت موجودة بالصالون كانت تسأل انه طب شنو مواصفات هذا الشخص ليجين ما كان يعطيها مواصفات دقيقة كان مجرد كلام منو هذا الشخص منو هذا الشخص شنو قاعد يسوي ريسا حسيت انه اكو شي مطبيعي فتكلمت مع جيرانها وطلبت من جيرانها تسجيلات كاميرات المراقبة لما شافت تسجيلات كاميرات المراقبة اتضح ولا شخص اتوجه لمنزلها نهائي ولا سيارة كانت متوقفة امام منزلها ولا شخص دخل ولا اي شخص سأل عليها هل هو كان يتخيل هل هو كان نيكذب شنو الموضوع بعدها ريسا حسيت انه اكو شي مريب كلنا حسيت ان اكو شي مريب عداها فقررت ان هي تفتش هاتفه ودخلت الى الماسنجر الخاص بفيسبوك وشافت ان هو يخونها مع سبع نساء لكن هذول السبع نساء مو نساء عاديات وانما هذول النساء المتخصصات بالاعمال الغير اخلاقية وهو كان يسألهم على سعرهم ويرسل لهم اشياء ويرسلوا لاشياء ريسا واجهته بالموضوع شنو هذي رسائل تتكلم مع فتيها تدخلني وقال له انه هذي مجرد كلام عادي انا ما اعملت اشياء مجرد كلام عادي امسح الماسنجر اوكي راح امسح اعطيني الهاتف امسح الماسنجر كان يتكلم معها بسطحية وهي تعاملت مع الموضوع بسطحية حرفيا اثناناتهم تعاملوا مع الموضوع بسطحية وهو كان يخونها من المفترض ان هي تاخذ ردة فعل حقيقية على هذا الشي لكن هي ما اخذت ردة فعل هل هي كانت متأملة ان هو فعلا مدير شخص شهم ورائع ومثير للشفقة يعني ما اعرف صراحة ريسا ما كانت حابة تنهي هذا الزواج يعني كانت متمسك بيه لاخر لحظة لهذا السبب قرروا ان هم يتوجهون لاستشارة زوجية شخص يساعدهم ويتكلم معهم ويحاول ان هو يحل مشاكلهم والشخص اللي كان يعمل هذه الاستشارات قس وزوجته مع بعض ريسا لوجين تكلموا معهم القس وزوجته كانوا يحسون بصدمة وكانوا يفكرون انه بتقولوا جايين قبل زواجكم جوابنا راح يكون لست الزوجون هذه العلاقة من المستحيل ان هي تتصلى حتى الله صغفر الله حتى الله غير قادر على اصلاحه انتم ما ينفع تكونون مع بعض نهائيا حرفين القس وزوجته فكروا بهذا الشكل الاشخاص اللي من المفترض يساعدوهم حسوا ان هذه العلاقة توكسك بصورة مطبيعية غير قابلة للاصلاح بعدها ريسا قررت ان هي تبحث عن عمل ثاني وتبدأ عمل جديد بس لحت الزيد ما دخوله الشهر لان حسنت ان هي بحاجة لهذا المال وتكلمت مع لي جين انا راح ابحث عن عمل ثاني هو بدأ يضحك عليها حسسا ان هي ما تقدر تبحث عن عمل ثاني ومستحيل ان هي تحصل اي عمل ثاني بمبلغ اكبر من عملها السابق بالاضافة تكلم معها انتي ما تقدرين انت تركيا شباب جورجيا او الشباب زملائش بالعمل مستحيل تتركيهم احنا حسنت انه excuse me شو الموضوع wait حسنت بصدمة انه اللي يجين اللي من المفترض يساندها كان يستصغرها ويتكلم معها بهذه الطريقة فبدأت تبحث عن عمل بصورة مطبيعية وتعطي السي في مالتها لكل الشركات وفعلا حصلت على عمل جديد بسهولة بعد ما ريسا حصلت على العمل كان المفترض انه هي تكتب كل معلوماتها الشخصية لان بامريكا اذا حاب انه انت تعمل بشركة محترمة فهذه الشركة راح تبحث بخلفيتك الاجتماعية ويعرفون هل عندك قضايا هل انت راح يتم لقاء القبض عليك هل انت سمعتك سيئة عائلتك هل عندك اي شخص مثل مجرم قاتل او اي شيء فهي كانت هي وزوجها مع بعض فليهذا السبب كتبت اسمها معلوماتها الشخصية هويتها وكل شيء يتعلق بها وكان زوجها من المفترض يكتب كل هذه المعلومات رقم هويته الضمان الاجتماعي اسمه الكامل الحقيقي والمعلومات الخاصة به لكن هنا انا شافت الضمان الاجتماعي الخاص بالرقم واكتشفت انه هذا الرقم رقم الضمان الاجتماعي اللي كتبه بهذه الورقة اللي حتى تقدم على عملها يختلف عن الرقم اللي هو كتبه بوثيقة الزواج لكن لكل انسان رقم ضمان اجتماعي واحد لكنه شلون عنده رقمين مختلفات وريسا بدت تسوي بحث كامل عن الموضوع وعن الضمان الاجتماعي الخاص به وهناك تشفت انه هو بعمره وبحياته مم سافر الى كاليفورنيا وهو كان عايش بجورجيا هو كذب عليها انه هو اززوج وانفصل وكان عايش بكاليفورنيا وسافر الى جورجيا قبل لا يتعرف عليها بفترة جدا بسيطة لكن اتضح انه كان طول حياته عايش بجورجيا اكيد واجهته وقالها انه اه اني معلوماتي الخاصة معلومات برايفت خاصة بيا ما حد يقدر يشوفها وما تقدمين تبحثين عنها والدي كان ثري اعطى مبالغ طائلة لحتى يخفي معلوماتي وما تكون معلوماتي عامة يقدر اي شخص يشوفها وفجأة لحتى يكسب تعاطفها قال بنت زوجتي السابقة ماتت واخذ فلوس الجنازة من ريسا لان ما كان عدا مبلغ كاش بهذا الوقت وتوجه الى كاليفورنيا على اساس ان هو سافر لحتى يشوف زوجتي السابقة ويعزيها بوفاة بتها لان هو كان يتكلم معاها دائما وكان على تواصل معاها دائما وكان يحب بتها على اساس انه هذي بتة حتى مو بس بتها لزوجتها السابقة وهنا ريسا حاست انه اكو شي مريب بيك اكو شي مطبيعي وقارت ان هي تعمل بحث دقيق اكثر وعثرت على رقم زوجتي السابقة ريسا اتكلمت مع زوجتي السابقة هاي انت زوجتي السابقة اهنان زوجتي السابقة لما ردت على ريسا واكتشفت انه اوكي ريسا هي زوجة ليجين قالت انه بدا ما اتصلت علي يعني اكو كارثة هنا ريسا بدت تضحك لانه هذي البنت حرفيا اكتشفت الموضوع بدون ما حتى ريسا تتكلم بايشي لان هي تعرف حقيقة ليجين الشي الغريب انه ليجين لما كان يتكلم عن زوجتي السابقة كان يقول اسم لتانيا مثلا لكن بالحقيقة لما ريسا تكلمت مع زوجتي السابقة زوجتي السابقة قالت انه انا اسمي مولتانيا انا اسمي اليكس مني هي التانية اللي كان يتكلم عنها مني هي هذي الشخصية الغريبة اللي ما حد يعرفها لغاية هذه اللحظة وزوجتي السابقة قالت انا بعمري ما سافرت الى كالفورنيا احنا تقابلنا بجورجيا وزوجنا بجورجيا وانفصلنا بجورجيا موضوع كالفورنيا غير حقيقي بالاضافة انه بنت زوجتي السابقة على قيد الحياة ما ميته بس هو قال انه بنت زوجتي ماتت لازم اتوجه الى الجنازة واخذ اموال وكان بحالة مطبيعية ويحس بقلق وحزن ودخل باكتئاب لكن بالحقيقة البنت كانت بخير ما به اي شي بالاضافة هو وزوجتي السابقة ما كانوا يتكلمون نهائيا ولا يتواصلون مع بعض نهائيا لكن اللي يجين كان يمثل ان هو يتصل عليهم ويتواصل معاهم لساعات حرفيا حرفيا كان يتكلم معاهم لساعات بس هو ما كان يتكلم معاهم كان يمثل ماكو اي شخص كان على الهاتف بس هو كان يتكلم معاهم شلونها انت زيانة واو اسلم عليكم خلوني اشوفكم يعني حرفيا كان سوالف سوالف 40 دقيقة 50 دقيقة مع اشخاص مموجودين ما يتكلمون معاهم زوجتي السابقة ما كانت متحملتة نهائيا وبعدها ريسا اخذت هاتف العمل الخاص باليجين واكتشفت انه الصور الحساب البنقي اللي هو شوف هي التضاحية من جوجل بالاضافة الى صور اخرى شوف هي بهاتفة كلها كانت من جوجل مثلا صور لبيته السابق صور لعائلته صور لبطولاته او اي شي عاملة بحياته كانت صور من جوجل كان ياخذها من جوجل ويشوفي انه هذا بيتي السابق شوفي حسابي البنقي كلها كانت موجودة بجوجل اهنا ريسا انصدمت وقالت انه انا منو متزوجة حرفيا هذا الشخص اللي عايش معاها ما تعرفانها اي انو مكذب عليها بكل شي وبدأت تصرخ وطردت من المنزل حاولت انه تطرد انه اخرج من المنزل وصارت تصرخ بطريقة مطبيعية بدأت تنظر حواليا البيت هيا بشلو من الممكن تقتلى حرفيا بهذه اللحظة حسب وصفها للموضوع كان باستطاعت انه يتقتلى تسوي لأي شي بس المهم انه هو يخرج من المنزل وبهذه اللحظة وخلال صراخها حرفيا اللي يجي ناتصل على عمته ووضعها على السبيكر وقال انه زوجتي ما تريدني زوجتي ما تحبني بس ركزوا على هذه العملة لان راح نرجع لها بعدين تتكلم معاها انا شنو اسوي شو ما بتفرض اسوي اتي عمتي شوفي زوجتي تحاول تطردني ما تحبني انا ما سويت اي شي انا ما كذبت عليها انا حبها ريسا حرفيا لما سمعت هذي كلام انجلت ما مكذب عليها يحبني بعد كل هذه الاشياء اللي اكتشفتها عني بدأت تصرخ عليها حرفيا اخرج من المنزل عمت خافت عليه وارسلت لأموال لحتى يتوجه الى منزل اللي كان بولاية ثانية ريسا بعدها دخلت الغرفة اللي كان عايش بيها او ينام بيها لي تذكرون كان يعاني من قلم بالركبة ولهذا السبب هو بدأ ينام بغرفة ثانية اللي واحدة دخلت الى غرفة شافت زجاجات هذه الزجاجات كانت ممتلئة بسائل غريب اتضح انه كان يشرب هذي كان يشرب اشياء او كان يعني اشياء طبيعية مثل عصير او اي شي وبعدها لما تفرغ الزجاجة يمليها هو يعني حرفيا يعمل توري يعمل تواليت بهذه العبوات وقال انه عمل هذي الاشياء لما كان باستطاعت انه يتوجه الى الحمام حرفيا هي حست باش مئزاز بصورة مطبيعية فهي حرفيا حست بغضب واخرجت كل هذا الغضب بالتنظيف نظفت الغرفة تماما اخرجت الوسائد الشراشف حاول سنهية ترمي كل شي كان موجود بهذه الغرفة اللي من الممكن هو كان لامسها حسب باش مئزاز مطبيعي منه لكن ريسا احتفظت باشياء الغالية كان عنده بعض الاشياء الغالية اللي كان محتفظ بيها واللي قيمتها تساوي اكثر من الف دولار او الاف الدولارات يعني اشياء غالية هو كان محتفظ بيها هي خبأت وبعدها ريسا مباشرة استحبت اوراق الطلاق واتكلمت معاه اتصلت عليه هو كان موجود ببيت عمته واتفقت معاه بعد ثلاث ايام يتقابلون وخلص هو يوقع على اوراق الطلاق فعلا اتقابلوا هو خرج من سيارته لما شافته خرج من سيارته وهو غايب عنها ثلاث ايام فقط كان الواضح انه وزنه كان اكس اكس لارج لكن من اكس اكس لارج اتحول الى لارج تقريبا خسر وزن بصورة مطبيعية كان شكله جدا وصخ شعره وصخ جسده وصخ وكان يرتدي نفس الملابس اللي كان يرتدي من خرج من منزل ريسا وكان احد مطبيعية كان يشبه المتشرديين جلسوا مع بعض بمطعم وهو وقع على هذي الاوراق بدون حتى ما يقراها لكن بوحدة من شروط هذا العقد او وحدة من بنود عقد الطلاق كان مكتوب ان كل الاشياء اللي موجودة بمازل ريسا هي ملكها ومن ضمن هذي الاشياء هي اغراض اللي كانت بآلاف الدولارات لكن اخذتهم وبعدها هي حست بالشفقة عليه اعطته خمس دولارات وطلبت منها ان هو يشتري ناقيتس او دجاج او اي شي ثاني تخيلوا هو اخذ الاموال منها لما خرجت من المطعم نظرت لسيارته واكتشفت انه هو كان عايش هذه الثلاث ايام بداخل سيارته يعني حرفيا حتى هذي عمته طردته من المنزل وبعدها احد اقارب ليجين تواصل مع ريسا وهنا ريسا اكتشفت معلومات اكثر عن ليجين انه هي كانت متورطة باشياء اكبر منها حرفيا اكتشفت انه عائلة ليجين زوجها ما كانوا يعرفون عنها ولا كانوا يعرفون ان هو متزوجها او متزوج قبلها ما كانوا يعرفون نهائيا اي شي عنهم ولا شي لكن هو كان يمثل انه يتصع عليهم ويتكلم معهم لساعات كل يوم واتضح انه ليجين وعائلته مقاطعين بعض من 2015 واحداث هذه القصة تصير بسنة 2020 يعني لمدة 5 سنوات ما يعرفون اي شي عن ليجين بالاضافة هو قال لها انه عنده اربع اشقاء بنات اثنين وولد اثنين لكن اتضح انه عنده توأم عنده توأم حرفيا توأمة بالاضافة الى شقيقة الاكبر بالاضافة بالاضافة لكل هذا اتضح انه عنده استجل اجرامي ودخل استجن اكثر من مرة ووحده من جرائمه انتحل شخصية ضابط ودخل للبيوت ويفتش على اساس انه ضابط يفتش المنازل ويفتش اجساد الناس بدون سبب وبالنهاية اتضح ان المدير الغني او الشخصية اللي هو كان مقتبسها او منتحلها المدير الغني اللي عنده مازل بكاليفورنيا اللي متزوج عنده عائلة واللي عايش حياة مطبيعية وسيارة فخمة هو توأمة حرفيا اللي يجين كان منتحل شخصية شقيقة التوأم وتذكرون العماء اللي اتصلت بيه هي بعد طردته حرفيا طردته من المازل لانه كان يكذب عليها اولي شي هذي مو عامتها الحقيقية وانما صديقة والدته لكن الشقيق ليجين اتصل على ريسا وقال انه هذه الامرأة معاملتنا وانحنا منثق بيها نهائيا ولما تكلمت مع صديقة والدتهم اللي هي من المفترض على اساس عامتها قالت انه كان يكذب عليها وقال انه علاقة تكون متدهورة وانتي خنتي وعملتي اشياء مطبيعية وانجبوا طفل على اساس ريسا وليجين بس بالحقيقة الطفل مات اصلا مولدت جنين كان ومات الطفل فليهذا السبب هذه الامرأة حست انه هذا الشخص يكذب عليها وهي بعد طردته وعائلته شقيق الاكبر وتوأمه طرده فليهذا السبب هو كان عايش هذه ثلاثة ايام بسيارته وريسا شافته بهذا الشكل بالاضافة لكل هذا بهذا الوقت هو كان عنده مذكرة القاء قبض يعني كان مطلوب للعدالة طول هذه الفترة ريسا ما كانت تعرف وبهذا الوقت فجأة ليجين قرر ان هو يتوجه الى منزل ريسا ما عنده منزل ما يعرف شنو يسوي فقرر ان هو خلص اني رح ارجع وعيش معاج على الرغم من طلاقهم لكن الطلاق ياخذ 30 يوم لحتى يتم الموافقة على الطلاق من قبل القاضي فخلال هذه 30 يوم قرر ان هو يتوجه الى منزلها لكن تفاجئ ان الشرطة كانت بانتظاره وتم القاء القبض عليها ومن هذه اللحظة هم ما يسولفون مع بعض نهائيا بس الصدمة انه اللي يجي نشر فيديو على تيك توك ردا على ريسا وادعا ان ريسا هي الكذابة ونشر الصور على اساس هو بمكتب نتفليكس وراح يظهر بوحدة من عروض نتفليكس رح يعملون مقابلة معاه ويتكلم عن الحقيقة فيلم وثائقي واتضح بعدها انه هذه الصورة هي فوتوشوب هو عملها بنفسه ليجين حرفيا مهوس بصور جوجل نصيحتي يعني اترك جوجل ابحث عن صور ثاني اسرق من مكان ثاني لان الوضع صار مو طبيع انه تتسوي فوتوشوب يعني على الأقل اتعلم فوتوشوب مو فقط انه ياخذ الصور ويمثل انه ياي خلص صورتي لا يعني اكو تدور بالموضوع فاكسبولي افكاركم عن هذه القصة تعابت نفسي رواني سؤال فيلكم عنها طبعا ليجين وريسا انفصلوا تماما يعني حرفيا لا بياناتهم شي قانوني ولا ولا ايشي لا قانوني ولا مشاعري ولا ايشي خلص انتهى الموضوع هي مشافتة بعد ما تم القبض عليها وخلص انتهى الموضوع بهذا الشكل حتى عائلته مايريدوه ولا يردون يشوفوه لانهو كان يكذب عليهم وهو مهوس بالكذب من المفترض الشخص يساعده او يحاول انهو يعرضه على طبيب او ايشي بس الوضع مأساوي حرفيا مايقدر بدون الكذب حتى لما ظهر بالمقابلة الكل انتقاد انهو كان يمثل انه الشخص يسئله هو يجاوب بس ما كان يوجد اي شخص معاه لان هذا الفيديو هو اللي اعمله اللي واحده الوضع كان مريب حرفيا وبس هذا كان فيديو اليوم حبت انه انا اقول لكم هاي القصة لترند المطبيعية ماعرف هل هذا الفيديو راح ينزل برمضان او لا بس اذا نزل برمضان فكل عام انت بخير يا رب ينعاد عليكم بصحة وسلامة ورمضان كريم ماعرف ماعرف هل راح ينزل برمضان او قبل رمضان او بعد رمضان بس المهم رمضان كريم احبكم كل شي هواي وشكرا على دعمكم المستمر حرفيا احبكم احب كلامكم شكرا من كل قلبي وبس اشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله باي